خلوني كمان أطمن حضراتكم على محمود كهربا لعب وسط الفريق اللي إن شاء الله هيجري مسحة طبية جديدة بكرة يوم الاتنين إن شاء الله عشان نطمن عليه قبل الانضمام لمعسكر الفريق وده طبعا استعدادا لمواجهة الزمالك المرتقبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا محمود كهربا خضع لفحوصات وتحليل طبية مبارح يوم السبت بشكل منفرد والحمد لله كلها أثبتت تحسن حالة اللاعب بشكل كبير جدا وهي طبعا هيتم إجراء مسحة طبية جديدة بكرة زي ما قلت لحضراتكم عشان نتأكد من سلامته إن هو يقدر يلحق بمعسكر الفريق السؤال هنا هل ممكن يبقى كهربا لقدر الله يعني المسحة بتاعته تطلع سلبية واللعب يلتحك بمعسكر الفريق يعني هل ده تفكير منطقي هل ممكن أي نادي مش بكلم عن نادي الأهلي على فكرة هل ممكن أي نادي يكتشف إصابة لعب نجم ومؤثر وممكن يكون عنصر حسن في مباراة مهمة جدا جاي هل ممكن يغمر ويدخلوا معسكر الفرقة بتاعته معسكر مغلق وينزل يتمرم مع اللعيبة ويلعب معهم عادي يعني فيه عقل يقول كده يعني دايما الأمور دايما تتحسب بالمعضة لو جات المسحة سلبية لو جات سلبية طبعا يشارك بس أنا بكلم برد على الناس اللي بتقول إنه فيه لعيبة كتير جدا مصابة والأهلي بيتكتق مع لازم مع دوقتهم دوقتهم يا أحمد إحنا من أول السيزن وانتقدات وكلام والأهلي خلاص إحنا تعودنا واللعيبة فعلا في كاملة تركيز ومش شغلة بالها بالكلام دا مدرسة تمانينات بتاعت طلع إشاعات وحاول تعمل فتنة وحاول لسه شغالة على فكرة يعني الأهلي والزمالك كتابين مفتوحين يعني ما أعتقدش يعني الكلام دا كان ينفع مثلا لو الأهلي بيلعب الرجاء في النهائي كان ممكن فكرة الإشاعات وفكرة اللعيبة المصابة إلى حد ما ورغم أنهما برضو كانوا هيكونوا كتابين مفتوحين لكن أعتقد أن الأمور ما بتمشيش بالمنطق دا على كل أحوال كل واحد دي مدرسته الأهم الأهم وده اللي بيمازل نادي الأهلي طول عمره إن إحنا بصين في كراستنا عارفين إيه الواجب اللي علينا وعارفين إيه المطلوب مننا وعارفين إيه هو الهدف اللي إحنا رايحين نحققه وإن شاء الله قادرين على تحقيقه